سيد باتريك لماذا قررت واشنطن الآن نشر منظومة ثاد في الشرق الأوسط وهل هذا ربما يعكس تحولا استراتيجيا نحو التدخل العسكري المباشر في المنطقة علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية لطالما كانت تتغنى وتدعو إلى عدم اتساع رقعة الصراع نعم أنت على حق منذ بدء هجمات حماس في السابع من أكتوبر نحن كنا نحاول على نطاق واسع ألا نوسع هذه الهجمات وهذا العداء في المنطقة وبعد ذلك حدثت هجمات أخرى في المنتصف من إبريل وهذا يوضح مدى القدرة العسكرية لدى إسرائيل التي أرادت أن تدافع عن نفسها أنتم على وعي بهذا النزاع المستمر على منطقة الشرق الأوسط وأرسلت الكثير من المسيارات والكثير من الطائرات والسواريخ التي استهدفت إسرائيل لذلك كل ما حدث كان قدرة دفاعية من جانب إسرائيل من أجل الدفاع عن نفسها بعد الهجمات التي شنت عليها من دول مثل إيران وحلفائها وبذكرك لإيران سيد باتريك مباحثات جرت بين المستويات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية أيضا حول توجيه ضربة لإيران حول الرد الإسرائيلي على إيران وذلك ردا على عملية القصف الأخيرة للمناطق متفرقة في إسرائيل في الأول من أكتوبر الماضي أو الحالي إن صح التعبير ولكن هل تم تنصيق طبيعة هذه الضربة سيد باتريك؟ لن أتحدث نيابة عن إسرائيل وما يمكنهم فعله ردا على الهجمات الإيرانية بالطبع نحن في مفاوضات دائمة مع شركائنا من إسرائيل ونحن نركز الآن على منع اتساع رقعة النزاع والحرب أرى أن هذا الصراع والتوتر الذي تشهده لبنان وشرق الأوسط بحاجة إلى وسائل دبلوماسية وحلول دبلوماسية لذلك سنمضي قدما في محاولة لإنهاء هذا الصراع في المنطقة وإحلال الأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر